أن الإطار التنسيقي أعلن السيد المالكي أنه يتحدى بمعنى هنا أصبحت القضية فيها مجابهة نتحداكم أن تكونوا الـ 220 إذا ما نجح ينقاذ وطن تعتقد هذا التحدي سيبقى مستمرا سواء داخل قبة البرلمان أو سينسحب إلى الشارع أكرر نفس الشؤال ما هي مواصفات الرئيس الذي يستطيع أن يجابه هذه التحديات محسوبة عدلوا اليدات لو ما محسوبة نعم أولا المجابهة تقريبا بدأت بعدما بدأ لنا أنها انفراجة عبر الاتصال الذي تم بين الاتصال السيد وقت الصدر مع السيد نور المالكي بدأت أنها انفراجة ولكنها سرعان ما تعقدت عندما طرح السيد الصدر مرشح من الصعب رفضة من قبل الكتل الشيعي وهو السيد جعفر محمد باقر الصدر ولكن هنا طرح الإطار التنسيقي وحتى المالكي ربما عندما قال السيد الصدر أن المسألة ميمة من الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي على الموقف واضح أنه القضية لا تتعلق بشخص المرشح هنا وإنما بآلية الترشيخ ومن الذي يرشحه؟ من هي الكتلة الأكبر؟ هل هي الكتلة الصدرية أم الإطار التنسيقي؟ تعاقل المشهد وصلنا إلى المجابهة أو التحدي الذي أشار له السيد المالكي على صعيد جلسة يوم السبت كل المؤشرات بصرف النظر عن أي توقع تحدي أو كلام لا تشير إلى أن الجلسة سوف تمضي لأنه من الصعب على التحالف الثلاثي أن يجمع يعني 220 نائب حتى لو افترضنا أن النصاب تحقق بأكثر من هذا العدد ولكن انتخاب رئيس الجمهورية من الصعب تماما بل يكاد يكون شبه مستحيل أن يمر بالجولة الأولى بهذه الطريقة هذا أمر لا يمكن حصوله بالعرب فأنا أشكرك في ظل هذه التعقيدات أنا أشكرك سيد حمزة مصطفى أنتقلوا إلى عربيل أرحب بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد علي الفهلي السلام عليكم أستاذ علي السلام أهلا أستاذ نجم مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدين الأعزاء حياك الله قبل قليل صدر بيان انقاذ جبهة انقاذ وطن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشحه لرئاسة الجمهورية أنه قد قدم في سلة واحدة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وفي الإطار التنسيقي بيان آخر السيد المالكي رئيس الوزراء نعم السيد المالكي يقول نتحداهم أن يكملوا الثلثين أولا كيف ستقبلون هذا التحدي وكيف ستحققون الثلثين أستاذ نجم يعني أنا برأيي المتواضع اليوم إذا التحالف إنقاذ وطن لم يكن متأكدا يعني بشكل كبير من عدد الحضور في يوم جلسة يوم بعد غد يوم السبت لن يعلن هذا الإعلان لأنه والتحدي مقبول وسوف تظهر النتائج يوم السبت المقبل أي بعد 48 ساعة من الآن أنا أعتقد بأنه يعني خارط التصويت في جلسة افتتاح مجلس النواب والتصويت على الرئيس والنائبي رسم كثير من الأمور ووضح كثير من الأمور واليوم اكتملت الصورة أي المستقلين بإضافة إلى الأصوات المتأرجحة التي لم تحسم موقفها من قبل يبدو أنها حسمت موقفها وقسم من هذه الأصوات ظهروا في المؤتمر الصحفي لتحالف إنقاذ وطن فأنا أعتقد بأنه النصاب سوف يكتمل يوم السبت المقبل وانتخاب رئيس الجمهورية مع جل احترامي لرأي ضيفك الكريم بأنه من الصعب تمريره في الجولة الأولى وإن لم يمرر في الجولة الأولى ممكن في الجولة الثانية لأنه عادة النصاب هو المهم في اختيار رئيس الجمهورية والجولة الثانية نصف زائد واحد وكافي وأكثر من هذه الأصوات وموجود عند التحالف دون المستقلين والأصوات المترجحة